التزمت الوكلة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي امتلت على هامش القمة الدولية للمناخ بباريس إلى جانب المغرب بتمويل بقيمة مليون أورو موجه لدعم مبادرة تريبل آي التي تتوخى تمكين الفلاحين الأفريق من التأقلم مع التغيرات المناخية وتم التوقيع على اتفاق التمويل من قبل وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغبات عزيز أخ نوش ونائبة رئيس المكلفة بالتنمية المستدامة بن بلك العالمي لوراتوك والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية غيمي غيو هذه الشاركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك العالمي من شأنها تعميم المهارات وتقاسم التجارب إن المزج بين التمويل والمعرفة يمكن أن يقدم حلولا واقعية للبلدان الأخرى إن مبادرة خيبل أي تقدم حلولا تتعلق بحرث الأرض وتدبير الماء فضلا عن قضايا التأمين وتمويل الاستغلاليات الفلاحية الصغرى وتهدف المبادرة التي اطلقت قبل سنة في إطار الدورة الثاني وعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيرات المناخية بمراكش إلى تيسير إنجاز مشاريع ملموسة لتحسين تدبير الأراضي والتحكم في الماء وتدبير المخاطر المناخية ترجمة نانسي قنقر